هذا وعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد أن قام جلالته رعاه الله بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة التقى خلالها بأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعقبتها زيارة إلى جمهورية مصر العربية التقى خلالها أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث أجرى جلالته حفظه الله خلال الزيارتين مباحثات تناولت العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي جلالته في قاعدة الصغير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر